زي النهاردة 10 سبتمبر بيتم التوعية فيه كل عام باليوم العالمي لمنع الانتحار وهو يوم مهم عشان نفتكر فيه أهمية الحديث عن الصحة العقلية اللي طبعا بتشير التخديرات العالمية أن أكثر من 800 ألف شخص بيموتوا بسبب الانتحار كل عام على مستوى العالم طبعا الإطار المصري في القصة مرتبط بقصة اليأس وصناعة اليأس والحاجات اللي بنشوفها خصوصا مع ظهور ناتجة السنواء العامة بنشوفها مع طالبات كتير جدا بيقدموا على هذه الفكرة وفي منهم اللي بينجح اللي بيقدم في وظيفة وما بيعرفش أشياء كتير جدا ربما تسللت كده إلى مجتمعنا المصري اللي كان قوي وقادر أنه هو يحافظ على سلامة صحته النفسية لعقود طويلة جدا إزاي أنا أكتشف الشخص اللي عنده ميول انتحارية إزاي أخفف من الضغوط النفسية اللي عنده ناس كتير جدا عندها ميول انتحارية ممكن تبقى في محطنا وفجأة ممكن يختفوا سؤال مهم حنترحه النهاردة بصحواتنا دكتور محمد المهدي وأستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر ربما يوضح لنا مخاطر الانتحار وملامح المقبلين على هذا الأمر أهلا ببركة دكتور يا أهلا وسهلا صباح الخير ما هذا اليوم وما هو أهميته يعني عالميا وللأمم المتحدة عملت يوم مخصوص للتوعية بمخاطر هذا اليوم مخاطر هذا الأمر آه يعني زي ما تقال كده أنه فيه 800 ألف بينتحروا كل سنة في العالم بمعدل فيه نفس بتروح كل 40 ثانية يعني في القعدة بتاعتنا دي هيكون كذا حد منتحر في العالم الرقم ده أهميته فيه أنه ده أكتر من الناس اللي بيموتوا في الحروب في العالم كله وجرامي الأكل مجتمعة لا تساوي هذا الرقم فده أكتر رقم الناس بتموت به فده رقم يخض ويستحق الاهتمام عشان كده الأمم المتحدة سنة 2003 بالاتفاق والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ورابطة مقاومة الانتحار الدولية اشتركوا وقالوا نعمل يوم علشان ننبه الناس كل سنة مش بس ننبه عموم الناس حتى ننبه الدول والمؤسسات المعنية كلها أنه يبقى فيه في كل بلد استراتيجية قومية لمقاومة الانتحار عندنا على المستوى الفردي توعية وعلى المستوى برضو المؤسسي والمستوى الدولي يبقى فيه نوع من التحفيز لخلق استراتيجيات لمنع الانتحار وكمان منظمة الصحة العالمية بتتعامل مع الدول كلها بحيث أنها تعزز قدرة هذه الدول على عمل برامج لوقف وتقليل الانتحار وخاصة أنه أصبح الانتحار دلوقتي في سن أكتر نسبة في سن 15 ل29 اللي هو عز الشباب السن الجميل لسه بنزرع لسه ما حصدناش يعني نظام الصحة العالمية بقى لها ثلاث سنين عاملة حاجة لطيفة قوي رفعت شعار اللي هو خلق الأمل من خلال العمل أنه معادلة بسيطة خالص أنه لو الشخص بيجد فرصة للعمل والانتاج والإبداع والحاجات دي كلها ده بيخلق عنده الأمل فبقى لهم ثلاث سنين دلوقتي على نفس الشعار ما أنا بقول زراعة اليأسم هو ده زبا وهو المنتحر لأن النقطة اللي بيوصل لها المنتحر ويختل عنده التوازم بين غريزة الحياة وغريزة الموت نقطة بنسميها الهيبليسنس والهيبليسنس أنه هو يفقد الأمل ويشعر بقلة الحيلة لو أنت قابلت حد وفي الحالة دي دي أهم علامة أنه هو بقى في خطر بقى مش شايف أنه فيه أمل في أي حاجة الدنيا تقفلت خالص في وشه أو حد أقفلها في وشه ومش شايف أنه هو قادر يعمل أي حاجة فإنعدام الأمل وقلت الحيلة دي اللحظة الفارقة اللي فيها الشخص بيقرر أنه هو دكتور مين الأشخاص اللي هما الأقرب للانتحار؟ دول بيبقوا السيدات الرجال كبار الصغيرين اللي بيشتغلوا اللي بيشتغلوا متجوزين المنفصبين اللي ما تجوزوش خالص مين؟ تمام يعني لقوا أنه الستات يهددوا كتير بالانتحار وبيعملوا محاولات لكن اللي بيعمل الانتحار الحقيقي أكتر في الرجالة وإحنا اللي بننفس النسبة كبيرة شفت يا دكتور؟ آه يعني أكتر من أربعة الواحد وفي بعض الدول عشرة الواحد يعني كل واحدة ستة تنتحر وقصادها أربعة أو عشرة عشان هي الأدرة على التحدي والمواجهة فما بتحتاجش أنها تنتحر أدرة لا يعني بس تهديدات الستات أكتر لأنه ده بيبقى نوع من استثارة التعاطف استثارة المشاعر استثارة التعاطف استثارة الاهتمام يعني نوع برضو ساعات يبقى فيه نوع من الانتحار الدرامي شوية إنها بتتحط في موقف كده يبقى درامي ولطيف يعني فلكن اللي بينفزه أكتر رجالة ودي في كل المجتمعات بالمناسبة السيدات أكثر تحمل لمسؤولياتها فعشان كده بتهربش وتنتحر هو فيه صفات كتير في السيدات بيخلوهم ممكن ما ينتحرش من الماء هي أكثر مرونة عندها برضو بنسميه الملتبل أتنشن أو الانتباه المتعدد تبقى شايفة المشكلة شايفة لها أوجه كتير قوي ما بتدخلش في طريق مسدود زي الراجل الراجل بيبقى عنده يعني شوية إيه لو آه فشل أو حاجة بيخص أنه خلاص الدنيا كلها ده في السيدة بتبقى شايفة مئة ألف حالة عشان كده نقول للرجالة استفيدوا من السيدات في أن هما يورقوا جوانب أخرى لحل المشكلة ساعات الزوج يبقى شايف كده خلاص الدنيا تقفل ما عادش فيه فايدة لو قعد بس مع مراته شوية وكلمه كده شوية هتقول له لا 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 ما تخافش هتحلها مش هتقوله هتحلها والله بالضبط هتتحل والله انت شايل الهم ليه هتتحل بذات الست المصرية ست المصرية متعودة بقى على إيه أنها بتتحمل المسؤوليات كتير وعليها أعباء كتير فبتبقى دايما عندها رؤية آلة ده فيه مخرج من هنا ده فيه باب من هنا ده فيه سكة من هنا فده في الستات فعلا موجودة المرونة العقلية وتعددية الانتباه شايف كذا حاجة يعني لو فيه راجل وست دخلوا مكان اسأل الراجل بعد عشر دقايق عن تفاصيل المكان واسأل الست عن تفاصيل المكان انت عارف بقى يعني انت عناصفهم جدا حتى في موضوع الانتحار ده وقع ده وقع هم بيزوق الرجالة ينتحروا وهم يحاولوا بس المناسبة لحتى اللي بيموتوا على مستوى بقى العالم كله كل حالة انتحار أصدها خمسة وعشرين محاولة يا الله يعني اللي بيحاولوا أكتر بكتير من بتبقى محاولات حقيقية يا دكتور ولا محاولات لبعضهم يكون استدرار العطف أو جذب الانتباه بعضهم للهروب من العقاب مثلا أو ان هو شخص يكون ارتكب جريمة ولكن للهروب من العقاب قد يعامل نفسه على انه منتحر فيشوف عقاب أقل كأنه مختل نفسيا أو بحيث ان هو لا يعاقب أو لا يحسب على جريمته بيكونوا منتحرين فعلا ولا مش شوفي يعني هو فيه أسباب كتير قوي لمحاولات الانتحار منها محاولة جذب التعاطف منها ساعات الابتزاز العاطفي إنه يحط الناس اللي حواليه كده في الإحساس بالزنب بقى وياخد منهم اللي هو عايزه أو تاخد منهم اللي هي عايزاه منها الانتحار لحيث شخص محتاج على ظروفه أو على أحواله فبيحتاج وده بيعلنه ويبقى مبينه قوي دي حالة سياسية يعني دي ممكن سياسية وحتى كتبعية يعني هو محتاج على ظروفه في البيت في الأسرة في الشغل في أي حاجة فيعمل الانتحار احتجاجي في الانتحار الانتقامي إنه بينتقم من حد مهم في حياته عايزه يحزن عليه يبقى زعلان من الأب يعني مثلا كان فيه ولد كان عايز يخطب واحدة وأبوه رفض فأم طالع بالعربية من فوق كبري وفوق النيل وأم نازل بيها عشان يعاقب أبوه إنه رفض جوازه في الانتحار الانتقامي في شخصيات كده عايزة يعني تبقى يعني الناس تتكلم عن الحدث ويبقى مبسوط كده إنه هو بيعمل الحكاية والأمم المتحدة بتحط الهجمات الانتحارية واللي احنا بنسميها في مجتمعنا الاستشهادية ضمن معدلات الانتحار بتحط إيه الهجمات الانتحارية يعني الموضوع الأندني اللي راح النهاردة دي بيسموها دوركايم حط تأسيمها كده بيسميها الانتحار الإثاري اللي هو لو واحد بيروح مثلا زي الكاميكازي مثلا عقيد الكاميكازي عند اليابانيين يعني هي مش مرتبطة هي موت نفسه لتحقيق مصلحة المال لمجتمعه أو هدف قومي أو حاجة يعني هيفجر نفسه مثلا في مكان بتاع أعداء أو حاجة بالشكل ده فهو دوركايم سماه الانتحار الإثاري ودبر بس بيخش ضمن معدلات الانتحار لا 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 مدخلش لا بيخش لا لا أعصد ده بيبقى شيء مخطط ولو هدف محدد مش الشخص زهقا من حياته مش زهقا لا احنا بتكلم في الانتحار الشخص اللي هو زهق من حياته فقد الأمل يائس طب وأكتر الأسباب كانت إيه أنا شايف أن أكتر المعدلات بتبقى في الدول الأوروبية رغم أن هي أغناها في العالم يعني الأكثر الدول الأوروبية بتبقى أكتر الدول فيه تأمين صحي للمواطن حياته مسترياحة لو حبي يستشير طبيب نفسي مش هيدفع فلوس زي ما في الدولة العربية ممكن يحصل بالضبط تفسيرك يا دكتور الفردانية في الحياة الغربية أنه الفرد عايش لوحده أغلب الوقت ما فيش فيه الدعم الأسري والدعم الاجتماعي قوي ده فده بيخلي الشخص مع أي أزمة بيحس أنه لوحده احنا على الرغم من أنه الدول العربية ممكن يبقى فيها عندها مشاكل أو فيها ظروف معينة خلافات سيحنا مجتمعات عشرية إنما النسبة الانتحار عندنا حوالي أربعة واثنين من عشرة في الدول العربية مجتمعة يعني ده رقم المتوسط في الدول العربية وده أقل من المعدل العلامي برضه رغم أنه احنا منزعجين برضه من أي حد ينتحر أو بنبقى زعلانين على أي حد ينتحر إنما النسبة برضه أقل من المعدل العلامي انت عارف حوالي 12 في كل 100 ألف احنا في الدول العربية حوالي 4 ونصف كل 100 ألف فده معدل أقل برضه من معدلات العالمية بس فيه تكة هنا لازم ناخد بالنا منها إنه هما بيقولوا أن الدول المتقدمة بتعمل إحصاءات دقيقة للانتحار فربما تكون الأرقام العالية اللي بتظهر عندهم نتيجة لأنه بتتسجل كل حالات الانتحار فيه كتير من الدول العربية ممكن ما يبقاش فيه رغبة في تسجيلها الناس فيه وصمة لفكرة الانتحار وارتباطها بأنه ده يعني زنب كبير بيرتكبوا الانتحر أو حاجة فساعات يبقى فيه حالات انتحار بس الناس ما تقولش فهنا يعني دي برضو هناخد بالنا منها ممكن يكون الأرقام القليلة ما تكونش حقيقية قوي علشان وصمة الانتحار إنما إحنا كأطباء نفسين يعني اشتغلت فيه مجتمعات مختلفة فلا بلاحظ إنه لا في المجتمعات العربية النسبة أقل الأسباب أو الدوافع الرئيسية في مجتمعاتنا العربية يمكن إحنا مجتمعات متدينة بشكل عام لو بصينا لبرة إحنا مؤممين دايما رغم أن إحنا ممكن نبقى يعني دخلنا أقل وحياتنا يعني الكواليتي بتاعها أو الكفاءة بتاعتها مش زيهم ولكن إحنا دايما عندنا فكرة ربنا وبكرة أحسن ولو مش عارف إيه أبني مش عارف إيه والأم والأب والأسرة والمحيط والجران إيه الأسباب عندنا في عالمنا العرب؟ شوف هو الأسباب الأكتر اللي بتخلي الناس قريبين من الانتحار في مجتمعاتنا وفي المجتمعات الأخرى لقوا إنه حوالي من خمسين في المية من المنتحرين كانوا مكتئبين فحيث هما وجد الاكتئاب ابحث عن الانتحار ده مؤكد الاكتئاب وبالمناسبة كمان 98% من المنتحرين كانوا إما مصابين بالطرابات نفسية أو الطرابات عضوية فدي برضو نسبة كبيرة فلما حد يكون مكتئب والاكتئاب بنا هيجي من يعني شرحوا الأسباب وقالوا بالترتيب كده قالوا الأسباب المادية إنه الشخص ما يكونش عنده شغل يكون عاطل الرجل ما قدرش يصرف على عياله أزمة مادية ما قدرش يصرف على عياله بيليها المشكلات العاطفية ودي يمكن شوناها في الفترة الأخيرة في كذا حالة شابة حابة بنت مش عارف يتجوزها يعني يا بيقتلها يا بيقتل نفسه وبالمناسبة في يعني أشهر مكانين لانتحار جولدن جيت بريتج اللي هو في سان فرانسيسكو وده لما زورتوا لقيتهم عاملين بقى دلوقتي صور بشبكة كده عالية قوي عشان ناس متعافش تنط من فوق الكبري ده كبري عالي جدا كان أكبر كبري معلق في العالم كان معموله قوي الكبري معلق فده نحق انتحر من علي ناس كتير قوي وكان أغلبها انتحارات عاطفين في العالم العربي صخرة الروشة في بيروت برضو للمنتحرين العاطفين فحابة عندنا بقى الظروف المادية فقدان العمل فقدان الأمل فقدان الحلم كل ده بيهيأ الشخص بيخليه الأول يكتئب وبعدين ينتحر فاحنا لو نحقناه في مرحلة الاكتئاب هنمنع الانتحار وعشان كده العلامات الرئيسية في الشخص اللي هو مقبر على الانتحار انك تلاقيه حزين منسحب معادش بيطلع يظهر يصهر مع صحابه ما بيتكلمش كتير او كلامه كله تلاقيه فيه يأس ما فيش فايدة ما فيش أمل مش عايف ايه الأبواب كلها تسددت وساعات يلمح كده تلميحات انه خلاص زهق من الحياة وانه ما عادش عايز يعيش وبنقول بقى للناس ايه لما تشوفوا ان فيه حد تغير تغيير كمي او نوعي ابنكم او بنتكم اتغيروا في سلوكياتهم ما عادوش بيعودوا معاكم ما عادوش بيخرجوا مع صحابهم ما عادوش عايزين روحوا الدراسة ما عادوش بيمرسوا الهوايات اللي كانوا بيمرسوها بقوا في النازل صحيا او نفسيا ناخد بالنا ويعني نقرب منهم ونتكلم معاهم ونسمع لهم وما ندنهمش ولا نحكم عليهم نسمعهم ونفهم ايه اللي هما بيعانوا منه وما نستهونش باللي هما بيقولوه وما نحقرش من معاناتهم وبعدين نبدأ نفتح ابواب الامل لانه اول ما تفتح لحد باب الامل او يحس ان فيه حد قريب منه بيبدأ يعني الفكرة تتهز البناء النفسي يا دكتور للشخص بيحدد هو ممكن بعد كده يكون منتحر ولا لا يعني احنا نقدر نعمل ايه مع اطفالنا منو هم صغيرين عشان نقفل ببدأ تماما ما نستناش لما نوصل لمرحلة ان يصابوا باكتئاب ونبتدين نبقى عين عليهم وقاعدين نضغر اعمل ايه منو احنا صغيرين في البناء النفسي لأي شخص ازاي يتم بناءه بحيث ان هو يبقى بامر الله يعني طبعا محصن وصلب داخليا بحيث ان هو يتعامل مع كل مستجدات حياته لا يتعرض لضغوط فيكسر لدرجة الانتحار نعم دي نقطة مهمة لانه الناس اللي بينتحروا بيبقوا اقرب شوية لفكرة الهشاشة النفسية انه تحت تأثير ضغطة او حاجة شاف ان الدنيا تقفلت وانه ما فيش فايدة ويبقى الحل السهل هو اننا موت لما بين ربي ولادنا لانهما يبقوا اكثر صلابة اكثر صمود بيمروا بازمات ويعدوها ويشوفونا واحنا بنمر بالازمات الحياتيها ونعديها وانه يبقى فيه فكرة انه كل مشكلة وليها حلال ده عكس فلسفة مفيش فايدة في بيوت كده فيها فلسفة مفيش فايدة مفيش امل ده لو يتزرع في طفل انه مفيش فايدة ومفيش امل ده هيبقى قريب جدا لفكرة او فلسفة الانتحار انما لو هو عايش في اسرة انه والحك يا ما ده اتعرز طبول وربنا موجود وربنا موجود انه بعد العسر يسر انه مع العسر يسر صحيح مفيش حاجة الا هو هتتحل واللي ما يتحلش دلوقتي يتحل بكرة وربنا موجود فوق الكل وربنا قادر على فهنا الفلسفة البسيطة دي تبات ماركس بحرمات لانه الحياة بالضرورة مليانة ضغوط وازمات مفيش حد عايش كده هو يبقى عايش في حياة سهلة وسالسة طول الوقت فهنا لما الرب يولدنا وانشأهم على الصمود وعلى الصلابة وعلى المرونة في مواجهة الازمات وانخليهم حتى يشاركونا في الاحساس بالازمة وفي محاولة حلها اتربى على كده خلاص مش هيوصل بقى لحالة الهشاشة انه هو يلاقي ايه انه خلاص الدنيا اتقفلت وزي ما حضراته قولتوا انه احنا برضو شعب عندنا في حاجة عامل مهم جدا للصمود وهو انه احنا عندنا ايمان بربنا وانه حتى لو الازمة اللي انا فيها دي مش قادرة نحلها قول يا رب قول يا رب وبعدين برضو احنا بنواجه الازمات بشكل جماعي حتى الان احنا بنضحك على الازمات احنا بنعمل لها نقطة وبنصخر منها وبننكت عليها وبنعمل الحاجات احنا الشعب فدي كلها عوامل دي كلها عوامل صمود ونعلم ولادنا مهارات الحياة صحيح اللي هي يتعامل بيها مع المشكلات المادية والمشكلات العاطفية يعني لوحظ في السنوات الاخيرة ان فيه الانتحار العاطفي كتر صحيح شوية كل ما واحد يحب واحدة موتها يا موت نفسه ايه ده معنا انه ما عندوش المهارات في ادارة الازمة العاطفية يعني انت حبيتها مش لازم تتجوزها ومش لازم هي تحبك ما تعقبناش احنا بقى ما تعقبناش ولا تقتلها علشان هي ما حبيتكش صحيح صحيح فهنا ده عندو نقص في المهارات الحياتية ونقص في المهارات المواجهة بأزمات العاطفية والمادية ونخلى بقى عند الناس صناعة الامل صناعة الامل وهي دي الشعار نظمة الصحة العالمية بس قال ايه من خلال العمل صحيح ان نعود الناس على ان هم يعمل طول ما انت بتشتغل كل مشاكل الدنيا مش هتشفها صحيح صحيح انا مشكرك يا طور محمد ما اعتقدش ان فيه حوار هيبقى ابدا عن منع الانتهار هيبقى دمو خفيف كده الله يخلي مشكرك على المعلومات على دقة المعلومات وعلى كتر التحليلات وما اعتقدش ان يعني المشكلة عندنا في عالمنا العربي قد ما هي برا ولكن احنا صلتنا الضوء بشكل عام على فكرة الانتحار واليوم العالمي لمنع الانتحار اللي الامم المتحدة بتعلنه النهاردة بنشكر دكتور محمد المهدي وستاذ الطب النفس في جماعة الازهر على كل التحليلات وعلى كل الارقام وعلى كل الاحصائيات اللي اتكلم عليها في هذا الامر شكرا جزيلا شكرا لحظة شكرا لحظة